بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحباء الأعزاء مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية اليوم إن شاء الله سنتناور درسا جديدا بعنوان القلب وهو الحكم الثالث لأحكام النون الساكنة والتنوين إذن ما معنى القلب؟ القلب لغة تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي إصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة قلب النون الساكنة يعني النون التي عليها علامة السكون أو التنوين بأنواعه الثلاثة تنوين الفتح أو تنوين الضم أو تنوين الكسر عند الباء يعني إذا جاء بعده باء بعد هذا التنوين أو النون الساكنة إذا جاءت باء فإن هذه النون الساكنة أو التنوين تقلب ميما مخفاة بغنة إذن ميم مخفاة لأن حكم الميم المقلوب عن النون الساكنة أو التنوين هو نفس حكم الميم الأصلية الساكنة إذا جاءت قبل باء بغنة يعني أننا ننطقها بغنة مطولة بالنسبة للنون الساكنة سواء كانت النون آخر كلمة والباء بداية الكلمة الثانية أو اجتمعت النون الساكنة والباء في كلمة واحدة من بعد في القرآن الكريم فإن النون الساكنة وضعت فوقها ميم علامة على قلبي هذه النون ميما لأن هذه النون ساكنة وجاء بعدها حرف الباء من بعد من بعد فإنها تقرأ من بعد من بعد تقرأ بغنة يعني هذه الميم تقرأ بغنة مطولة ومخفات أننا ننطقها بانطباق الشبتين انطباقا خفيفا دون كز أو مجافات هنا النون الساكنة في كلمة والباء في كلمة هنا اجتمعت النون الساكنة والباء في كلمة واحدة بذن بهم بذن بهم تقرأ بذن بهم بذن بهم بالنسبة للتنوين تنوين بالضم تنوين بالفتح تنوين بالكسر تنوين بالضم وضعت ضمة واحدة فهي حركة اللام والحركة الثانية وضع مكانها ميم صغيرة يعني أن التنوين تقلب ميما لأن جاء بعدها حرف الباء حل بهذا حل بهذا تقرأ حل بهذا حل بهذا بالنسبة لتنوين الفتح فتح علامة أو حركة العين وبالنسبة للفتحة الثانية هي الدلالة على التنوين وضع مكانها ميم صغيرة يعني أن التنوين سوف تقلب ميما أصلها لنسفعن بالناصية لنسفعن بالناصية سوف تقرأ لنسفعن بالناصية لنسفعن بالناصية بالنسبة لتنوين الكسر كسر واحدة يعني حركة الثال والحركة الثانية وضع مكانها ميم صغيرة يعني أن التنوين سوف يقلب ميم أصلها يومئذ باسرة يومئذ باسرة سوف تقرأ يومئذ باسرة يومئذ باسرة إذن خلاصة الدرس أن النون الساكنة أو التنوين إذا جاء يعني بعدها باء فإنها هذه النون الساكنة أو التنوين تقلب ميما ميما يعني مخفى وبغنى يعني أننا يعني نقرأها بغنى مطولة ومخفى لأننا ننطقها يعني بانطباق الشفتين انطباقا خفيفا دون كز أو مجافئة وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا